بناء على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يرعى صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم السعيد اليوم سباق الخيل السنوي للخيالة السلطانية الذي سيقام هذا العام بولاية البريمي بتنظيم من شؤون البلاط السلطاني ممثلا في الخيالة السلطانية وسيشتمل السباق على خمسة أشواط خصصة للخيول العربية الأصيلة وسيكون الشوط الخامس أبرزها حيث سيتنافس الفرسال لنيل شرف التتويج بكأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه ويتخلل الأشواط استعراض مهارات الفروسية إضافة إلى تقديم عدد من المقطوعات الموسيقية المتنوعة ترجمة نانسي قنقر